في العنوين أوباما للملك السعودي مصالحنا الاستراتيجية لا تزال متوافقة الجديد في أقبية المطار والمشنوب ينفي ما كتب تبين أنه كل هذا الكلام غير صحيح التباني ترحب بالخطة الأمنية بوثيقة موقعة من قادة المحاور نيلوا للجيش وطلعوا استحلوا الجبل وحلوا الحزب العربي ابن التباني ما عاد يأوص على الجبل شريط صوتي يفضح محاولة اعتداء تركية على سوريا وفي النشرة الفن مكرما في معراب بدنا هلأ مقاومة مسرحية مساء الخير المنطقة على إيقاع باراك أوباما ترابلس تسير على قدم ومحور وخطتها الأمنية تنتظر مبايعة زعماء القتال الذين اجتمعوا الليلة أما زعماء المحاور الرئاسية فقد انجذبوا إلى بكركي في لقاء ضمعون فرنجيي الجميل وممثل عن جعجع ففي المملكة قدم الرئيس الأمريكي تمأنينة إلى السعودية بإعلانه أن مصالح واشنطن والرياض الاستراتيجية متزال متوافقة وقال أوباما للملك السعودي إنه لي يرضى باتفاق سيء مع إيران وإلى تمأن محلية صدرت عن اجتماع مشايخ وفعليات ترابلس حيث رفضوا العبثة بأمن المدينة والتعرض للقوى الأمنية والعسكرية وصدام معها ونبذى كل المظاهر المسلحة وتغطية أي مخالف هذه الوثيقة وافقت عليها كتيبة أحرار التباني وتعهدت التزام بنودها ولكن لا يعرف بعد ما إذا كان أي زعيم محور لديه رأي آخر لسيما بعد ضرب الخطة الأمنية قبل تنفيذها عبر اغتيالات طاولت عناصر من الجيش وقوى الأمن بطرس شهيدا برصاص رماه في نهر أبو علي بعدما طارده مسلحان على دراجة نارية أي بطريقة نفسها التي جرى فيها اغتيال المؤهل في الجيش فادي لجبيلي يوم أمس في المقابل فقد وضع الجيش يده على مخزن ومخرطة سلاح في بلدة عيدمون العكارية وصادر كميات كبيرة من السلاح والمواد المصنعة للتفجيرات وأوقف صاحب المخزن ومن المخرطة إلى الأقبية حيث جندت وزارة الداخلية والأشغال وسائر القوى الأمنية للتدقيق في معلومات الصحفية السعودية حسين شبكشي عن امرأة سعودية أوقف ثلاثة أيام في جوانتامنو لبنانية تحت أرض مطار بيروت واليوم جال وزير الأشغال العام غازي زعيتر رصدا للآهات التي سمعها شبكشي من المرأة المجهولة فعاد بنفي للخبر الذي وضعه ضمن عملية استهداف لمطار رفيق الحريري الدولي الجديد أيضا جالت وتوسعت في عملية الاستطلاع وارتكزت إلى رأي وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تواصل مع السحفي السعودي وطلب منه تزويده بعنوان المرأة صاحبة الدعوة لكن بدأ أن ابن القلم العريق أغمد حبره بكيد نساء ولمحو سمعة السيئة التي شملت قلمه ما عليه إلا أن يعود بالكتابة عن معتقلي الرأي والمعتقد في بلاده كعقوبة له وأن ينصف حرياتهم أو أن يدافع عن مواطن سعودي حكم عليه بعشر سنوات سجن بسبب تغريدة على تويتر لا غرف تعذيب إذن كما يؤكد المشنوق ولسنا أمام أبو غريب لبنانية وتلك نقطة تسجل لوزير الداخلية الذي أحكم السيطرة على قضية بحجم سمعة المطار إذن الرئيس الأمريكي يبحث مع العاهل السعودي ملفات المنطقة تسجيل صوتي يفضح القيادة التركية وأخبار أخرى في بانوراما دولية أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما للعاهل السعودي أنه لن يرضى باتفاق نووي سيء مع إيران مشيرا إلى أن مصالح واشنطن والرياضة الاستراتيجية لا تزال متوافقة البيت الأبيض قال في بيان أن الرئيس الأمريكي أكد على الأهمية التي تليها الولايات المتحدة لعلاقاتها القوية مع السعودية خلال المحادثات التي أشرها مع الملك عبدالله في المملكة وأضاف البيان أن واشنطن والرياض تعملان سويا على عددا من القضايا الثنائية والإقليمية المهمة ومن بينها حل الأزمة في سوريا ومنع إيران من انتلاك سلاح نووي وجهود مكافحة الإرهاب لمكافحة التطرف ودعم المفاوضات التي تستهدف تحقيق السلام في الشرق الأوسط خرج تسجيل صوتي إلى العلن بثه موقع يوتيوب يفضح مدارف اجتماع أمني بين وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ومدير جهاز الاستخبارات حقان فيدان ومستشار وزير الخارجية ونائب رئيس الأركان ياشار جولر الاجتماع كان في صدد فبركة أسباب تبرر التدخل العسكري في سوريا وفي التسجيل يقترح وزير الخارجية التركي نقلا عن رئيس الوزراء القيام بعملية تستهدف ضريح سليمان شاه جد مؤسس الإمبراطورية العثمانية الموجود في منطقة الرقة حيث تسيطر داعش ما يخلق مبررا لضربة على سوريا فيما يتوجه داود أوغلو بالحديث إلى جولر طالبا تسهيل مهمة رئيس الاستخبارات بإيصال السلاح إلى سوريا وتأمين الذخيرة لقطر مقابل أن تدفع سلفا داود أوغلو رد على التسجيل معتبرا إياه إعلان بمثابة إعلان حرب أردوغان من شهته لم ينفي التسجيل بل اعتبر نقله عملا خسيسا قائلا خلال حفل الانتخابي إنه كان اجتماعا حول الأمن القومي وما حصل عمل دنيء وجبا دخلت معركة بلدة كسب في ريف اللاذقية أسبوعها الثاني ولا تزال المعارك متواصلة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة وقد تعرضت البلدة إلى قصف المركز فيما تدور اشتباكات عنيفة على محور جبل تشالمة في محاولة من الجيش السوري لاستعادة السيطرة على المنطقة وفي وقت أعلنت فيه المجموعات المسلحة سيطرتها على منطقة البدروسية أكدت مصادر عسكرية رسمية أن وحدات من الجيش السوري استهدفت تجمعات للمجموعات المعارضة في محيط كسب وقرية السمرة كاميرا الجديد تبحث في الأقبية والدهليز في حرم مطار بيروت الدولي وتفتح الأبواب المغلقة ووزير الداخلية نهاد المشنوق ينتظر اعتذارا من صحيفة الشرق الأوسط غدا نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالة لكاتب السعودي حسين شبكشي نقل فيها رواية عن سيدة أن عناصر من حزب الله أوقفوها في حرم مطار رفيق الحرير الدولي نحن الآن ندخل إلى الأقبية المظلمة والقاعات السوداء حيث دخلت السيدة أو حيث تم التحقيق مع السيدة التي تم تعذيبها لمدة ثلاثة أيام هنأخذ نفس الخط الممكن أي مسافر من لبنان إلى أي دولة تانية يأخذوا وبشكل خاص هنفوت على الجاية الخاص بالمغادرين إلى السعودية هون المحطة الأولى هو الأمن العام اللي مفتدد أي مواطن يقطع من هون عم نسلك نفس الخط اللي سلكته السيد اللي اختفت لمدة 72 ساعة لازم تكون قطعت من أحد هيد البوابات لتوصل على قاعة الانتزار ومثل ما شايفين هون في مأهى وهون في عدد من الأمن العام وفي عدد من الموظفين وخلونا نشوف لحتى نشوف إذا في شيء بوابه هون بالغلط أو شيء قاعة مظلمة مثل ما قالت ما عم نشوف هيدا مكان خاص لأحد الموظفات ما في حدا عم يتعذب أو عم يتم خطفه هيك بنكون وصلنا للنقطة اللي انخطفت مننا السيدة بحسب ما قالت لمدة 72 ساعة من قبل شابين مجهولين لبسين تيب مدنية بس متل ما شايفينه منأكد أنه هو كل الوقت موجود في عالم وموظفين وامن وحنشوف وين البواب المقفلة أو وين المكان اللي ممكن اختطفت منه وبدون ما حدا يشوف هون المكان الوحيد ليطلعوا على التيارة أكيد يعني هون ما في ولا أي باب مغلق ومتل ما عم نشوف في حدا طلع فينا نفوت خلينا نشوف إذا فيه شيء قوضى مظلمين إذا بدنا ننزل حنوصل لمحا الواحد هو بعتقد حنطلع بتيارة على سعودية تعال حمامات بس خلونا نشوف هيدا الباب حمام من رجاب وأكيد ما حنفوتا عليهم تخلي الوحيد اللي بوصلنا لقاعة تانية هو من هون حننزل هيدا القاعة السوداء الأولى نشوف كمان واحدة من القاعات التانية المظلمة بعتقد هيدا الباب ممكن يوصلنا لأحد الدهليز إنه هون الأماكن مش مسموحة إلا اللي عندن ترخيص خاص متل ما نحنا أخدنا اليوم بعد ما قدمنا طلب لمدة يوم تمت الموافقة إنه نعمل هيدا الجولة إذا هون منكون وصلنا على الوصل هون القادمون بيبقى عنا باب واحد حنشوف لأوين بوصلنا يمكن هو يكون حظنا الوحيد لنوصل لدهليز هيدا الباب الوحيد الموجود هون هو خروج عند التوارق فقط هيدا الباب بيوصل لهون يعني أكيد على الأقل في ضوء ما في عدمي يعني أولا بالتأكيد بالمطار لا في أقبية ولا في سجون ولا في تحقيق وأصوات يعني تعذيب الغريب إنه الاستاذ حسين شبوكجي اللي هو كاتب المقال كاتب محترم ومن عائلة مرموقة بجدي وأنا اتصلت فيه شخصيا وسألته ووعدني أنه خلال ساعات بيجاوبني عن اسم الست وتاريخ تاريخ الحادث هذا إذا حدث طلبت من قوى الأمن الداخلي ومن الأمن العام ومن جهاز أمن المطار أنه يجاوبوني خلال 24 ساعة تبين أنه كل هذا الكلام غير صحيح وما في أي شيء له علاقة بالمطار طلبنا من رئيس تحرير الشرق الأوسط وتجاوب طلبنا بأنه إما بنشر الاسم والتاريخ وأما بالاعتزار بأنه هذا الحادث ما صار لأنه خبر من هذا النوع أو مقال من هذا النوع يسيء إلى صورة لبنان أقدت فعليات وقادة المحاور في التباني وهيئة العلماء المسلمين اجتماعا ليلا للتوصل إلى نتيجة لتهديئة الأوضاع قبيل بدء تنفيذ الخطة الأمنية بساعات وكان قادة محاور ترابلس وافقوا على الخطة الأمنية بشروط خلص اجتماع فعليات التباني في قاعة مسجد الرشواني إلى رفض العبث بأمن مدينة ترابلس والإنجرار إلى المعارك العبثية الاجتماع الذي ضمن فعليات وقادة المحاور في التباني وهيئة العلماء المسلمين قبيل بدء تنفيذ الخطة الأمنية بساعات رفض في وثيقة صدرت عنه التعرض للقوى الأمنية والعسكرية والصدامة معها رافضا كذلك المظاهر المسلحة كما رفض المجتمعون التعرض للناس في أملاكهم وأعراضهم وأخذ الخوات والعمل على إعادة الحقوق إلى أهلها وأعلن المجتمعون رفع الغطاء عن كل من يخالف هذه الوثيقة وأن يتحمل مسؤولية أفعاله المتفردة وفي أول تعليق اللي قضت المحاور في ترابلس على الخطة الأمنية التي قرر الجيش فرضها في المدينة أكد أبو تيمور قائد محور الريفا أن التباني ترحب بالجيش اللبناني قلن لهم للجيش طلعوا استحلوا الجبل وحلوا الحزب العربي ابن التباني ما عد يقوص على الجبل ما عد قلوا مصر حاب مع مين بدوا يقلاء نحن مع الجيش نحن مع الدولة أن بداية الحل في ترابلس يكون بتوقيف المتورطين بتفجيرات التقوى والسلام هنا بداية الحل ونحن بصراحة أي إنسان معتدي من محسوب على مدينة ترابلس يعتدي على الآخرين يستهدف الآمنين يشبح يسرق نحن بالتأكيد لسنا معه إشارة إلى أن الحكومة كانت قد أقرت فرض الخطة الأمنية بعد إقرارها في المجلس الأعلى للدفاع الأجهزة الأمنية تساعد لبدء تنفيذ الخطة الأمنية في ترابلس والبقاع الشمالي والمطلوب القبض على المطلوبين تغيرت السلطة والخطة الأمنية واحدة المشهد هذا لطالما تكرر ولا طالما تعسر أكثر من خمس سنوات مرت على وضع خطة أمنية لمدينة ترابلس خطة دخلت عليها إلى التعريف بعدما زاع صيتها والجميع تحدث عنها إلا أن العبرة في عدم تنفيذها جعلتها ضحية من ضحايا المعارك الدائمة في الشمال اليوم أخرجت الخطة من أدراج مجلس الوزراء أدخلت عليها منطقة جديدة فربط أمن ترابلس بأمن البقاع الشمالي في الشق الردعي السياسيون رفعوا غطاءهم قائلين للسلطة العسكرية الأمر لكي يعني اليوم هذه الخطة الأمنية هي اختبار للجيش هي اختبار لكل الوطن وبحسب الخطة فعمليات الدهم ستشمل كل من صدرت قرارات قضائية في حقه في جبل محسن وفي التباني انهاء هذه المأساة يتطلب دخول الجيش إلى المنطقتين وتوقيف المسلحين ونزع مخازن الأسلحة وإزالة كل الدشم والتحصينات الموجودة سواء في المدينة أو في جبل محسن على أن يترافق ذلك مع توقيف جميع المطلوبين من قبل القضاء والأعدالة سواء بأعمال إرهابية كتفجير المسجدين في طرابلوس أو في أعمال إطلاق نار على الجيش أو قتل متعمد لبعض المواطنين أما في جانبها الإنمائي فتنص على استعاب أجهزة الدولة كل المسلحين التائبين مع استثناء قادة المجموعات وعلى صرف 100 مليون دولار في طرابلوس سبق أن أقرتها الحكومة السابقة ولم يصرف منها سوى 5 ملايين الحاق هؤلاء وجمعهم وإرسالهم إلى الجيش وتطويعهم كما عدد بحل الأزمات السابقة في هذا البلد قد جاء كاقتراح شخصي من قبل أحد نواب طرابلوس وهو النائب والوزير السابق سميل جسر والذي تحدث بهذا الموضوع مع وزير الداخلية ومثم مع رئيس مجلس النيابي وأعتقد بأنه سيكون من الحكمة بمكان تنفيذ مثل هذا الأمر وجمع هؤلاء الشباب والحقهم بالمؤسسة العسكرية يوم مر من دون البدء بتنفيذ الخطة المعروفة المسار والمصير يوم أكثر من كاف للمطلوبين الذين طبقوا المثل القائل اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب ننسي السبع قناة الجديد أهلا بكم جديد ماذا لو ترشح كل من ميشال عون وسامير جعجع وأمين لجميل للانتخابات الرئاسية وتوفر النصاب تقرير لجاد غصن اقترب موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإن لم يتكرر مشهد عام 2007 عندما قاطعت كتلة كبيرة من النواب الجلسة لتعطيل النصاب والدخول في فراغ رئاسي فإن قواعد انتخاب الرئيس تفرض انعقاد الدورة الأولى من الانتخاب بحضور ثلثي النواب وحصول المرشح الرئاسي على ثلثي الأصوات لانتخابه رئيسا وعدد ثلثي المجلس 86 نائبا وفي حال انعقاد الدورة الأولى وتعذر حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات ننتقل للدورة الثانية التي يبقى فيها نصاب الجلسة ثلثين نواب ولكن ينخفض الرقم الواجب الحصول عليه لتبوء الرئاسة من الثلثين إلى النصف زائد واحد أي إلى 65 صوتا فرضيات حسابية عدة تحيط بانتخاب الرئيس في حال انعقاد الجلسة سنقوم باستعراضها في ظل المطالبة بانتخاب رئيس بحيثية شعبية تنحصل المنافسة بين رئيس التيار الوطني الحر ميشيل عون ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب أمين لجميل وتجد الإشارة إلى أن استبعاد رئيس تيار المردة سليمان فرنجي سببه تصريح الأخير التزامه ترشيح عون في هذه الانتخابات بالنسبة إلى حضوظ عون تنطلق الفرضية الأولى من نجاحه في استمالة تيار المستقبل إلى التصويت له وعندئذ تضاف أصوات كتلة المستقبل الستة والثلاثون إلى أصوات الثامن من آذار الستة والخمسين ليصبح المجموع 92 صوتا وينتخب ميشيل عون رئيسا من الدورة الأولى من دون الحاجة إلى أصوات أي من الكتل الأخرى أما في حال أخفق عون في استمالة المستقبل وتوفير نصاب الدورة الأولى من الانتخابات فلن يحوز أي من المرشحين على ثلثي الأصوات وبذلك ننتقل إلى الدورة الثانية وعندئذ يكون أمام ترشح عون فرضياتان انتخابيتان الأولى تنطلق من اتجاه جبهة النضار الوطني إلى الاقتراع لمصلحة عون فتضاف أصواتها الستة إلى رصيده الذي سيبلغ عندئذ 62 صوتا ويبقى بحاجة إلى ثلاثة أصوات لينتخب رئيسا وهنا قد تكون القضية قابلة للحلحلة مع قدرة النائب وليد جومبلاط على استمالة بعض أفراد كتلته السابقة اللقاء الديمقراطي إضافة إلى قابلية عدد من النواب المستقلين كالنائبين محمد الصفض وميشيل المر لانتخابه أما الفرضية الثانية فتنطلق من عدم اقتراع جبهة النضار لمصلحة عون وعند ذاك تتبخر حظوظه في الوصول إلى الرئاسة غير أن حظوظ عون غير المرتفعة جدا تبقى أكثر ارتفاعا من حظوظ رئيس القوات سمير جعجع الذي أشارت مصادر قوى الثامن من أدار وجبهة النضار الوطني إلى استحالة تصويتهم له وعندئذ يتوقف عدد الأصوات التي يمكنه الحصول عليها على أقل من خمسة وخمسين صوتا مع صحب نواب الكتائب الخمسة من حصة الرابع عشر من أدار الذين طبعا سيصوتون لمرشحهم أمين لجميل وبذلك لن يتمكن من الفوز بالانتخابات الرئاسية لا من الدورة الأولى ولا من الثانية أما لجميل فإذا استحصل على ترشيح قوى الرابع عشر من أدار باستثناء كتلة القوات التي لها مرشحها فسينطلقه بنحو خمسين صوتا ولن تكفيه أصوات جبهة النضار الوطني ولو أضيف إليها بعض المستقلين فحسب بل سيحتاج إلى اختراق صفوف قوى الثامن من أدار لاستمالة أحد أطرافها فإذا صوتت كتلة التنمية والتحرير إلى جانب جبهة النضار لمصلحته يصبح رصيده تسعة وستين صوتا فيصبح بذلك هناك بصيص أمل ولو صغيرا جدا لينتخب رئيسا للجمهورية من الدورة الثانية من الاقتراع كلها فرضيات نظرية وحسب فالشواهد التاريخية تدل على استحالة ترك الأطراف الإقليمية والدولية لاستحقاق الرئاسي للعبة الأصوات النيابية المجردة باستثناء انتخابات عام سبعين بين الرئيسين سليمان فرنجي ولياس ساركيس التي تبقى استثناء فقط لإثبات القاعدة وزير التربية الياس بوصعب يؤكد أحقية حصول المعلمين على حقوقهم ويشدد على ضرورة التوافق في مجلس النواب على إقرار الرتب والرواتب هو وعد قطعه من أول يوم تسلم فيه وزارة التربية العمل لإعطاء المعلمين حقوقهم وأولها إقرار سلسلة الرتب والرواتب وبعد نيل الحكومة الثقة دأب إلى الإسراع في إيجاد صيغة تسهل وصول صوت هؤلاء الأساتذة إلى أرويقات مجلس النواب وزير التربية الياس بوصعب اجتمع بوفد من أساتذة التعليم الرسمي نهار الاثنين وطلب منهم الضغط على المسؤولين الذين يناصرونهم قبل اجتماع اللجان المشتركة للبحث في سلسلة الرتب والرواتب عندي أناعة بموضوع حقوق المعلمين والمدرسين وكلما عم بتطلع على أمور جديدة بالوزارة وبالملفات كلما عم بتأكد أنه في حقوق لازم ينعترف فيها بيتين على اللجان المشترك ومن بعد اللجان المشترك يفترض أنه يروح أنون سلسلة الرتب والرواتب لا يتصوت عليه بمجلس النواب بالهيئة العامة في مواقف بدأت تتاخد باللجان المشتركة يعني في نواب بدأت تصوت وفي قرار بدأت تتاخد في مشروعين مطروحين لقدام اللجان المشتركة مشروع موافقة على النائبات والهيئات وإلى آخره وفي مشروع مرفوض تماماً طلبت منهم كل واحد يراجع مرجعيته وياخد منهم جواب صريح وواضح لحتى يساعدونا باللجان المشتركة نهار الجمعة لحتى نقدر نطلع بأرار ونتبنى المشروع الأول وعن أقصات المدارس الخاصة التي تنبئ بالارتفاع مع إقرار السلسلة أنا مني مقتنع أنه لازم الأقصات تطلع بالنسب اللي بتطلع فيها نسبة الرتب والرواتب لأنه الأستاذ عم يتوزع على 30 أو 40 طالب بالتالي مش معناته إذا الأستاذ أخد 300 أو 400 ألف ليرة زيادة لازم يطلعوا على كل طالب 300 أو 400 ألف ليرة زيادة بالسنة هل تقدر تعمل كنترول على هذا الشيء في الأقصات؟ شوفي من مفارقة الأمور فيه قانون اللي هو بينظم هالموضوع للأسف فهيدا القانون منتهي يعني بده تجديد ولأنه ما كان فيه حكومة ولأنه ما عمي اجتماع مجلس النواب ووقف مفعوله أنا عملت اجتماع مع المدارس الخاصة وتوافقنا نحن وياهن أنه نعتبر كأنه القانون موجود تكننا فتنة على مجلس النواب وجددناه هذا الانوان هو بيضبط الزيادات على الأقصات وبيعطي المدارس حقوق هي بديها كمان بالمقابل ولما كان الوزير الوحيد الذي توافق كفاءته الأكاديمية منصبه فإننا نسأله إذا كنا سنراه في الحكومة الجديدة ممكن تلقيني ممكن ما تلقيني هذا الموضوع بيرجع على شو بيصير بس أنا اللي أكيد أنه عم بشتغل على فترة شهرين عم جرب بهالشهرين ما كون طموح على أمور ما في حقاة بس في أمور فينا حقاة بالتوافق السياسي أنا عم بشتغل عليها وبتأمل بهالشهرين نقدر نعطي نتيجة بس الأهم منه كله أنه مش شو بيقوله عني العالم أول مجيد بأول يوم فت فيه على الوزارة أنه هذا الشخص المناسب بهمني لما فل من الوزارة بعد شهرين شو بيقوله عني مش لما فوت في انتظار قرار إقرار سلسلة رتب والرواتب يعاول الأساتذة على وزير التربية والمكونات السياسية الأساسية للوقوف إلى جانبهم كما وقفوهم مع تلامذة هذا الوطن طوال هذه السنوات ما مضمون أولى التغريدات السياسيين اللبنانيين على موقع تويتر في هذا التقرير أطلق موقع تويتر منذ أسبوع خدمة ديسكوفر التي تسمح لمستخدميه بمعرفة أول تويت أو التغريد الأولى التي كتبها أي من مستخدمي تويتر طبعا من أولى من سياسيين بهذا المعروف أجرينا بحثا على حساباتهم وإليكم أولى تغريداتهم أول المغردين من السياسيين في لبنان كان النائب السابق مصباح الأحدب في أيلول عام 2009 أما آخر الداخلين هذا النادي من مواقع التواصل الاجتماعي وللمفارقة ليس إلا وزير الاتصالات الحالي بطرس حرب الذي غرد للمرة الأولى بعد خمسة أيام من تأليف الحكومة وتعينه وزيرا بعض التغريدات من جهة أخرى تعيدنا إلى أيام خلت كدنا ننساها كتغريدة الرئيس سعد الحريري التي أعلن فيها عودته إلى لبنان من زيارة للمملكة العربية السعودية في إطلاق حساباتهم استغل بعض السياسيين مناسبات وأعيادا رسمية لدخول تويتر كرئيس حركة الاستقلال مشال معوض الذي هنأ بعيد الميلاد مرفقا تهنئا بصورة عائلية والنائب باهية الحريري التي هنأت اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك والنائب إبراهيم كنعان الذي افتتح سجله التغريدي بالمعايدة بحلول رأس السنة في المقابل من السياسيين من امتطى العصفور الأزرق ليطلق من أول تغريدة مواقفه السياسية كالوزير ويام وهاب والنائب عماد الحوت والرئيس فؤاد السانيورة ومنهم من طلب من المحبين أو الفانز كما في تغريدة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان متابعته في أول تغريدة للنائب غسانم خيبر طلب المساعدة من المتابعين أما الوزير السابق زياد بارود فكان منهمكا بالتصويت لمغالة جعيته والوزير شرب النحاس نقل كفاحه العمالي إلى العالم الافتراضي الميرترال إرسلان فضل من جهته اللغة الرسمية للإعلان عن حساب عطوفته في حين كان رفيقه الوزير مروان خير الدين يسهر مع الجانج أو العصابة في نادي هاربر 201 الليلي ومن المغردين الأوائل من استشهد كالوزير محمد شطح الذي آتت تغريدته الأولى لتطلب من الجيش اللبناني الانتشار على طول الحدود اللبنانية السورية بمساعدة الأمم المتحدة وزير الأشغال ينفي وجود غرف تعذيب في مطار بيروت مقتل مؤهل في قوى الأمن الداخلي في ترابلس أتصام أمام ليسي عبدالقادر وأخبار أخرى في بانوراما محلية للزميلة رشال كرام نفى وزير الأشغال العام غازيز عيتر خلال جولة له في المطار نفيا قاطعا ما أوردته إحدى وسائل أعلام منذ يومين عن وجود أماكن تحت الأرض في مطار رفيق الحرير الدولي تستخدم للتعذيب من قبل جهات معينة موضوع أو مقال لتشويه سمعة مطار رفيق الحرير الدولي من جهة وبعتقد أنا هون كمان ما بدي أجزم سيكون لنا موقف أمام القضاء وملاحقة كاتب المقال استشد المؤهل في قوى الأمن الداخلي بطرس البايع وهو من مواليد عام 91 قضاء صغرته متأهل ولديه ثلاثة أولاد برصاص مسلحين على جسر الملولة المؤدي إلى القبة في ترابلوس البايع كان متوجها إلى مركز خدمته في سيارة من نوع رانجروفر عند طلعت مشروع القبة مجدلية حيث أطلق مسلحون النار عليه فأصيب على إثرها برصاصة في رأسه أدت لاستشهاد على الفور وقد قطع أهالي الشهيد طريق مجدلية في صغرته احتجاجا على الجريمة وأشارت معلومات إلى أن من نفذ العملية مسلحان يستقلان دراجة النارية فتح النار على السيارة البايع من رشاش حربي في وقت تحدثت معلومات أخرى عن أن الجريمة هي امتداد لجريمة الخميس في ترابلوس التي أدت إلى استشهاد المؤهل في الجيش فادي شبيدي مشيرة إلى أن المجموعة نفسها هي مجموعة إسلامية متطرفة هي المسؤولة عن الجريمتين وفي إطار متصل نفذ الجيش عمليات دهم في أبي سمرى في ترابلوس بحثا عن مشتبه فيهم في الاعتداءات التي وقعت أخيرا في المدينة أعلنت قيادة الجيش أنه بناء على توفر معلومات عن وجود كمية من الأسحة والذخار المخبأة في مخرطة عائدة إلى المدعو إبراهيم عارف مقصود في بلدة عيدمون عكار دهمت قوة من الجيش ليلة أمس المكان المثبور وعثرت فيه على مغزن سلاح يحتوي على قذائف RPG ورمنات دفاعية ومندقية كلاشنكوف ومندقية قناصة ومناظر قناصة وعادية وعلى رشاش دوشكا وهانوين إضافة إلى كمية من الذخائر والأعتداء العسكرية المختلفة ومواد تستعمل في تصنيع المتفجرات وفي عكار أيضا أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة المواطن أشرف فيصل الإبراهيم في منطقة شدرة وهو مطلوب بمذكرات توقيف عدة ويدير مجموعة تمارس الخطفة في مقابل فدية مالية وأكدت مصادر للجديد أن التحقيقات الأولية ربما تشير إلى تورط عسكريين معه في تسهيل عمله في أول زيارة له إلى قصر عين التين بعد نيل حكومته الثقة التقى رئيس الحكومة تمام سلام رئيس مجلس النواب نبيهبر ورأى أن الشراكة بين السلطتين التشعية والتنفيذية أمر ضروري ومطلوب لمواجهة الاستحقاقات باتجاه تنفيذ ما يضع الأمور في نصابها وما يبعد الظلم والظالمين والخارجين على الدولة في مكانهم الصحيح نفذ أهالي المفقودين في معارق قلعة الحصن في سوريا اعتصاماً أمام نقطة الجمارك على معبر العريضة الحدودي مع سوريا وتحدث باسمهم الشيخ محمد إبراهيم مطالباً بمعرفة مصير هؤلاء المفقودين لاسترجاع جثامين القتلى وفك أسر المعتقلين اعتصم أهالي مدرسة الليسي عبدالقادر مع أولادهم بعد تردد معلومات عن انتقال المدرسة من إزقاء البلاط إلى المشرف أو منطقة أخرى من ضواحي بيروت بعدما قررت هند رفيق الحريري بيع العكار الذي أنقذه والدها عام 85 وتولت يومها مؤسسة الحريري مسؤولية إدارتها بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية والبعثة العلمانية الفرنسية وقد أوضحت المؤسسة للأهالي بأن مشروع نقل موقع المدرسة خلال مهلة أقصاها خمس سنوات هو قيد الدرس وذلك بهدف مواكبة احتياجات التطور والتقدم عقدت لجنة العمال الميومين وجبات الإقراء في مؤسسة كهرباء لبنان مؤتمراً صحفياً في المؤسسة تحدثت فيه عن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ملء المراكز الشاغرة في المؤسسة عن طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجبات الإقراء وصفة إياه بأنه مجزرة تنسف الاتفاق الذي تم على أساسه الآن إلى النشرة الفنية التي أعدها للليلة الزميل شادي خليفي مساء الخير هالمرة الحكية والتصريحات من معراب منة سياسية لمناسبة اليوم العالم إلى المسرح فنانيين مسرحيين وأعلاميين كانوا هن نجوم معراب حيث كرم دكتور سمير جعجع كل من المخرج ريمون جبارة والممثل رينيديك تأديراً لعطاءاتهم الفنية وتبنى جعجع قضية إيصال حقوق الفنانين إلى المجلس النيابة لتحصيل حقوق شخصيات فنية سيطرت على معراب لمناسبة اليوم العالمي للمسرح فقد امتلأ مقر رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع بعدد من الممثلين المسرحيين والفنانين والإعلاميين لتكريم الكبيرين المخرج ريمون جبارة والممثل رينيديك وضع منبر معراب بتصرف الفنانين عامة والمسرحيين بشكل خاص من كتاب وممثلين ومخرجين وذلك للنقاش والتحاور وأبداء الرأي بالوضع الذي وصل إليه المسرح اليوم في لبنان كلمات لغد الرحباني رفع الطرابي وجهاد الأندري عرضت المشاكل والهواجز التي يعيشها الفنانون والمسرح اللبناني في ظل تقاعص وزارة الثقافة وغياب دور الدولة اللبنانية وطلب الرحباني المدارس إدراج حصص لتعليم الطلاب كل ما يلزم عن المسرح والتاريخ الفني اللبناني وبما أن المسرح هو مرآة المجتمع يحاكي معاناة شجون وهموم الناس مشاكلهم، أفراحهم، أحزانهم، علاقاتهم العاطفية والعقلانية تعلقهم بالحياة أو استقلالهم ورفضهم لها الحياة وهروب إلى صوب أفكار مجنونة أو متافيزيقية فأن هذه المرآة أي المسرح متأثرة بالمجتمع العيش فيه وبكل تفاصيله السياسية والاجتماعية أما الدكتور سمير جعجع فأخذ على عطقه البدء بالعمل القانوني الجدي لإيجاد حلول تساعد على نهضة المسرح من جديد فاتحاً أبواب معراب أمام الجميع لطرح رؤيتهم والتعبير عن مطالبهم وأكد أن الكتلة النيابية للقوات اللبنانية ستعمل في المجلس النيابي على متابعة قوانين مقر شرعياً كي تترجم على أرض الواقع الناس تتنفس بالمسرح حتى كثير أوقات، كثير أشياء من يلي ما بيقدر واحد يقولها بشكل أو بآخر حتى لو في حريات من أقصى الحريات بالدني ما حدا فيه عبر عنها إلا المسرح هذه كانت لغة التاريخ وهي رح تضل لغة التاريخ أنا حبات اليوم يكون النيب من تكتلنا هو النيب ساعات النيب فادي كرم موجود بينياتكم تيخل مباشرة أي تصور بتحطوه بنتبني نحن كتكتل بالاتصالات والعلاقات اللي عبناها بالمجلس النيابي ما بتصور فيه أي كتلة نيابية رح ترفض أي مشروع اللي عب المسرح بس عطول البداية بدأت تكون من عندكم أكتر مجال في لبنان نحن بحاجة فيه لمقاومة بالفعل يعني هو المسرح بدنا هلأ مقاومة مسرحية بدنا مقاومة بالمسرح بمعنى على أنه تضلوا حاملين المسرح على كتفكم تماما بهالظروف الصعبة حيث المجتمع ما بيحمل مسرح هو ولا قادر يحمل مسرح انطلاقا من ظروفه موضوعية أنتوا أكتر ناسة يجب أن تضلوا حاملين المسرح على ظهركم نحن فينا نحط كتفنا معكم بقدر ما منقدر تنكون قطعنا المرحلة الصعبة تنوصل على الأيام الحلوة كاللي بيصير مجتمعنا حملنا كلنا سوا إزا الله وفي نهاية الحفل سلم جعجع كل من ريمون جبارة ورينيد ديك درعا تكريميا وبالبانوراما الفنية الممثل باسم يخور بيأكد أنه كسب رح ترجع باسم يوسف أغضب محبي الصبوحة وعيلتها أصالة ردت على إختها اللي غنيت للرئيس بشار الأسد والمحكمة الفرنسية أنصفت الممثل جيلي جاييه ضد المجلة يلي كشفت عليقتها الغرامية بالرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الأمر يلي أدى إلى انفصاله عن زوجته أثارت صورة لمنطقة كسب نشرها الممثل السوري باسم يخور على موقع فيسبوك موجة من التعليقات بين مؤيد ومعارض وعلق باسم على الصورة قائلا حتى لو اجتمعت شياطين الأرض سترجعين يا كسب ويأتي نشر هذه الصورة بعد احتدام المعارك الدائرة على معبر كسب الحدودي مع تركيا منذ ستة أيام بين النظام ومقاتلي جبهة النصرة وبعد نشر الصورة البعض شتى مباسم يخور مطالبين إياه بعدم التعاطي سياسيا فيما البعض الآخر أيدوها تسرباك 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 أحب جمع وأسمع تسجيلات طب والله الشحرورة في صحتها جماعة ما شاء الله ضدت فيها الروح غريب يعني سقط الإعلام باسم يوسف في هفوة جديدة حين سخر من الفنان صباح قائلا غريبة أن الروح لسه موجودة في الشحرورة وذلك بعدما قلد أحد أفراد فريق العمل شخصية صباح من خلال تغيير كلمات أغنية ساعات ساعات مستبدلين إياها بكلمات أخرى كي تتناسب مع القضية السياسية التي كانت محور الحلقة وفي أول تعليق لعائلة صباح استنكرت ابنة شقيقتها الموضوع وعلقت قائلة بأنه لا يحق لأحد مهما كان أن يتعرض للصبوحة وأكدت أن عائلتها لن تسكت على الأمر ردت أصالة على شقيقة هاريم نصري من دون أن تسميها وذلك بعدما أطلقت الأخيرة أغنية بعنوان يا سيدة الأبات دعما للرئيس بشار الأسد ونظامه فردت أصالة المعارضة للنظام عبر تويتر وقالت من ذا الذي يرضى أن يمجد بمن رضي الدمار لشعبه شعرا أو غناء كيف يقدر من يعرف معنى الإنسانية حتى وإن كان بصفه أن لا يعتب عليه أقله حكمت محكمة فرنسية على مجلة كلوزر بأن تدفع تعويضا قدره 15 ألف يورو للممثلة جولي جايه بعد كشف علاقتها الغرامية مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند وأفاد موقع بي بي سي أن المحكمة الباريسية أمرت المجلة بنشر نص الحكم في طبعتها التالية بعدما نشرت صورا أشارت فيها إلى أنها تظهر أولاند وجايه يصلان منفصلين إلى شقة في باريس لموعد غرامي وكانت الممثلة الفرنسية قد رفعت ضعوة قضائية تتهم فيها المصورين بانتهاك خصوصيتها فيما محام المجلة قال أمام المحكمة مدافعا عن نشر الصور إن نشرها يخدم الصالح العام لأنه يطرح مسألة واجب الشفافية التي ينبغي أن يتحلى بها الرئيس أولاند لهون منوصل لختام نشرتنا الفنية للليلة أنا برجع بالتأك فيه كون بنشر فنية جديدة مع مواضيع جديدة مسأل أحد من هلأ الوقت ضلوا بألف خير كان في النشر أوباما للملك السعودي مصالحنا الاستراتيجية لتزال متوافقة الجديد في أقبية المطار والمشنوق ينفي ما كتب تبين أنه كل هذا الكلام غير صحيح التباني ترحب بالخطة الأمنية بوثيقة موقعة من قادة المحاور نيلوا للجيش وطلعوا استحلوا الجبل وحلوا الحزب العربي ابن التباني معادي أوص على الجبل شريط صوتي يفضح محاولة اعتداء تركية على سوريا وكان في النشر الفن مكرما في معراض بدنا هلأ مقاومة مساحية شكرا للمتابعة دمتم بألف خير دواء باللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر